عدم إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق بات أمرا مرجحا رغم أنها كانت على رأس بنود برنامج رئيس الحكومة محمد شاع السوداني أطراف سياسية كشفت عن تفاهم سياسي مدعوم إيرانيا يقضي بإكمال الحكومة الحالية برئاسة السوداني دورتها التشريعية حتى عام 2025 من دون الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة مصادر سياسية رأت أنه بعد تشكيل الحكومة وسيطرة أطراف داخل تحالف الإطار التنسقي على مفاصل مهمة بالدولة وعلى رأسها قيس الخزعلي ونور مالكي ضغطت باتجاه التخلي عن فكرة حل البرلمان والانتخابات المبكرة والإبقاء على الحكومة الحالية بدورة كاملة حتى نهاية عام 2025 أي حتى موعد الانتخابات التشريعية بعد إجراء الانتخابات الأخيرة في عام 2021 ويرى باحثون أن عدم الذهاب نحو الانتخابات المبكرة أمر متوقع جدا فهناك قوى بالإطار التنسقي تريد إكمال السيطرة على كامل الدولة من خلال الحكومة الحالية وفي ظل غياب التيار الصدري ولا تريد إفساح المجال لعودة الصدريين عبر بوابة الانتخابات المبكرة وهذا الأمر ربما تكون له تداعيات تدفع الصدريين إلى تحركات شعبية وسياسية خلال الفترة المقبلة كذلك يرى مراقبون أن المعطيات تؤكد أن التيار الصدري سيشارك بالانتخابات البرلمانية وسيحصل على مقاعد أكثر من التي استقال منها ولهذا السبب لا ترغب بعض الأطراف في الإطار التنسقي هذا حتى تكمل السيطرة والاستحواذ على كل المفاصل في الدولة وعلى الرغم من أن الانتخابات التي أجرتها الحكومات المتعاقبة في العراق بعد عام 2003 لا تمثل الإرادة الحقيقية للعراقيين الذين لا يثقون بالعملية السياسية ومخرجاتها إلا أن الأحزاب السياسية تعتبر الانتخابات بابا للتجذر في البلاد وتقاسم المناصب وفرض النفوذ ما أدخل العراق في أزمات مستمرة سياسية وأمنية واقتصادية وأوصله لمراتب متدهورة في جميع مناحي الحياة ترجمة نانسي قنقر